السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين الأعزاء في مجموعة أخبار جديدة إن شاء الله إيجابية فيما يخص استيراد السيارات الجديدة والسيارات أقل من ثلاث سنوات وكما كان متوقعا أقول كما كان متوقعا فيسعد راب راجل الأعمال الجزائري يتحصل على أول رخصة لاستيراد السيارات الجديدة وتمثيل علامة طيوتا المشهورة جدا وسوف يكون ممثل لاستيراد وكذا تصنيع كما قلت تصنيع سيارات طيوتا أو تمثيل علامة طيوتا في الجزائر يعني بهذا التصريح تأكدت جميع شكوك الضائرة الأيام اللي فاتت حول دفتر الشروط اللي كان مواتي لمجموعة من رجال الأعمال الكبار كما يسعد راب راب وهذا ما يؤكد أنه سوف يكون استيراد السيارات الجديدة مقتصر على وكيل أو وكيلين أو ثلاث وكلا على أقصى تقدير لأنهم هم الوحيدون اللي يستطيعون يعني استيراد السيارات بدفتر شروط لكين هذا اليامات وهما الوحيدين لديهم البنية التحتية اللازمة لهذا المشروع تعا استيراد السيارات المهم لا يهمنا أي من كان سوف يكون الوكيل المهم أنه يكون استيراد السيارات تكون كاين استيراد السيارات يكون حقيقي ويكون في متناول الشعب الجزائري ويكون دخول السيارات في أقرب وقتذوه الحاجة اللي تهمنا وكما على بلكم يعني كامل يسعد راب راب عنده علاقة جيدة مع اليابانيين مع الكوريين وهذا الحاجة إن شاء الله نشوف فيها يعني لحساب علمي حاجة منيحة أنه يكون ممثل كما يسعد راب راب دي أنه يعني الصناعة تعوي يعني حاجة منها واصلا علامة طيوطة يعني معروفة بالصلابة والقوة تحها في موضوع آخر ينتظر أنه يكون الأحد المقبل إجتماع جديد للوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ورح يكون وزارة الصناعة يعني تحت المجهر رح تقدم الحصيلة تعوي يعني وزير الصناعة ونظن أنه رح يكون الفصل في ملف استيراد سيارات أقل مثل السنوات من رئيس الجمهورية يعني نهار الحد خوتي تسمعوا باللي كاين استيراد أقل مثل السنوات ولا رح يكون توقيف النهائي تعوي حقيقة ويعني على حساب يعني لهذا الأخبار نظن أيضا هذا يعني مجرد تخمين تعوي أنه رح يكون تقديم يعني لباقي الوكلاء أو اللي رح يظهروا باقي الوكلاء تباعا هذا الأسبوع إن شاء الله كما قلنا الوكلاء اللي رح يوافقونهم على استيراد السيارات الجديدة والكوطة المتمثلة كما تعرفوها كامل 200 ألف سيارة وكما قلنا إن شاء الله رح يكونوا مجرد وكيل أو وكيلين يعني يزوز علامات ولا ثلاث علامات اللي رح يدخلوا للجزائر هذا هو الجديد فيما يخص استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات واستيراد السيارات الجديدة المهم كما قلنا أنه يكونوا سيارات ويدخلوا سيارات هنا للجزائر والمواطن نتمنى أخير للبلاد والعباد إن شاء الله نتمنى لكم يعني نتمنى للشعب الجزائري سنة جديدة إن شاء الله يكون مختلفة على السنوات اللي فاتوا خاصة فيما يخص مجال استيراد السيارات وفي الأخير كما قلنا ما تنسوش الاشتراك وجام ليصلكم كل جديد إن شاء الله وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر